السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين ومتابعين أي نما كنتم بعد المناشدات اللي وصلتنا عبر برنامج أيام الناس بأن الكشفيات وارتفاحها وارتفاع الأدوية وسعر الراتية بمنطقة الحارثية تحديدة أسعار يعني خيالية ما أعرف الشونا وصفها أقل كشفيه 40 ألف توصل إلى 70 75 و60 وما شابه ذلك وبالتالي يعني اليوم الناس اللي موجودة هنا بحيرة من أمرها بعضهم من باعث اللاشته ويجي هنا في سبيل يوفر الكشفية بعضهم من أنهم ما عنده ما باليد حيلة واضطر أنه يطلب ويداين ويجي من محافظات أخرى في سبيل يوصل هنا بمنطقة الحارثية ويشوف العلاجات ويشخص حالته من قبل الأطباء الموجودين موضوع الحجز والتأخير وما شابه ذلك ناس توصل بها مرحلة يعد الطبيب هنا حتى يحجزون لازم ينتظرون شهر شهرين وأكثر وما شابه ذلك كراتشيته اللي يكتبها الطبيب حصراً لازم تأخذها من الصيدلية اللي يجزك عليها وهذا السر اللي لغاية الآن ما عرفناه ولا راح نعرفه أكيد أكفت شفرة أو شفرات بين الطبيب وبين الصيدلية اللي يعمل بيها من خلال هاي الحلقة راح نركز على العديد من الأمور ونشخص المعانات اللي يواجهها المواطن خصوصاً أنه السبب الأكبر والرئيسي هو عدم متابعة من قبل الجهات المعنية سيما أنه بالتحديد وزارة الصحة اللي لازم التراقب وتخلي أسعار ثابتة وتحدد الأطباء والصيدليات بأسعار منطقية يعني ممكن اليوم نشوفه تسعر عدة صيدلية فلانية العلاج بعدة صيدلية فلانية بسعر ونفس العلاج نروح بغير صيدلية نشوفه بسعر آخر هذا التناقض لازم يكون إلى حد فصوصاً أنه الناس يعني لا حوله ولا قوة بالتالي حلقتنا من برنامج فيام النواس اليوم راح تكون عن هذا الموضوع من منطقة الحارثية خليكم اشتركوا في القناة الحجز حسناً 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 كان يقولون هناك الكشفيات غالية الحجز يتأخر خصوصاً منطقة الحارثية بالضبط بالضبط الحجز نعمل شهرين وإذا عدك مراجعة شهرين؟ شهرين يحق الحجزي من الدكتور الفلاني إذا عندك مراجعة شهرين مراجعة شهرين حويتك موعد شهرين تراجع لماذا؟ لود على الدكتور الدكتور الخصائي ويعتبر لطبات جيدين يكون لود عالية أسعار الكشفيات هنا شنو؟ الكشفيات تقريباً 50 كشفيات الطبيب؟ 50 مستحيل يعني؟ لا موجودة لا يعني طبيعية؟ كمواطني شوه طبيعي السعر؟ يعني ما عنده يحتار ما يوجد يعني عندي راثب وقدي كذا فى الراجع طبيعي ولكن ما عنده مو يستطيع الاجي يعني استجيتك هنالدكتور كيف تكلم؟ بسهر يأخذ العلاجة العلاجة ما موجودة بالنجاف هاتت منه للنجاف؟ بالنجاف ووتك من الناكل هنا؟ كل شهر أخر العلاجة كل شهر تيجي؟ كل شهر وكل شهر كيف نتصرف على الألاجة؟ يعني كل شهر يأخذ بال180 الراجعة مارجة هاتت مراجعة لا شيء 100% أخرى و يجور إدراس سيارة جاهية و رجعة متى تقريبا بـ 70% to 80% ملي Santander يجب أن تبقى ٤٠٠٠٠ل إذا كان حاسبنا تبقى ٢٥٠٠٥٠٠٠٠٠ لأربعمية كل شهر لازم بز الطبيب كل شهر عدد الطبيب يعني بس الراسيته كل يوجوه العلاج غالي يعني كانت شهري طاقته مثلا ستة الاف زادة صار منوكا ستة صار مثلا صار مثلا عددك بسعوضاعيش ومونطاعيش اربعة عهاض وايش كم شهر لازم تاخذ يعني هسانه اكذا يأخذ علبة العلبة ثلاثين حبايا يعني في الشهر علبتين علبتين يطلع نخرج وسبعين عزيز زادس الناس هاي المائته ما عنده ما يعني مشكلة لا صدق والله وين روح العاجع ما عند شوفي المقابل المقابل شاب المقابل شعبيات تطلع امراض المزمنة واقي داعم من الدولة وفزارة الصحة تدعم للشعبيات مزين وصير دفتر عندك لحال نحال الدول الباقية دول المائمة دفتر مراجعة تروح على الشعبية مرض بزمن تسترم دواق بين جانب احنا هاي ما عندنا داعم لا الصحة يعني هذا الحل الانسب برأيك يعني وزارة الصحة الدايج تعمل يعني زمن نظام الباقي زمن نظام الباقي كان الشعبيات تطلع امراض المزمنة مجاني تدعمهم يعني ما عندهم يتكمروا وبالسكة هرب وضغط عده وباقي الابراض ما يمطوح ما عندهم يتروح يتعذرك كنت ترجع وانت ترجع للصيدلية وبالصيدلية يقول خالد العلاج يعني اكثر اجيب على حسابي الخاص زين زين هو منطقي مثلا اليوم اسأل سؤال من هم يتروح وترجع حسنا جوز بعضهم يقول لك ايجاري غالي يعني كشفين من توصل خمسين وستين واربعين منطقي مو منطقية بس مفروض رقابة اوكو رقابة طباء نقابة طباء تعرف هذا الطبيب يجد الاختصاص ياخذ مثلا عشرين ألف اليوم اختصاص مثلا بروفسور خمسة وعشرين يعني ايش هذا فعلا طبيب العادي جراح مثلا عشرين هذا خمسة عشر يكون تدريجية وتكون رقابة طباء نظر محترم نقابة الصيادين يكون يتابع العلاج هذين يأتي من الخارج يسمحونهم إذا تمنع العلاج ويجبوا تهريب سيكون غالي إذا فتح العلاج ويكون رقابة صحية كل ما يكثر بالسوق كل ما يقل السعر نتروح المستشفيات الحكومية العلاج هذا ما تلقى؟ ما موجود ما صارت لك مراجعة؟ مراجعة على كل صدريات ما صارت لك يوجد نجاح فقط المستشفيات لا يوجد ما اعتمد براسيتول بس البسيطة البسيطة ترح تشريته من بره ترح 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 تشريتك من بره يعني استشاريات ما عدوا أنا أحتيك موظف ويأداهم مدائرة يعني شوفوا الرقابية جيد يعني أنت دورك رقابية ما هو الرقابية؟ جيد فأعرف هذا الموضوع أنا أتابع إليهم أنا أسأل لماذا لا يوجد قالوا لا يوجد الآن لا يوجد إذن عندنا تكمن؟ بالدولة بالدولة المشكلة يعني أحتاج رقابة استاذ نحن عندنا بالقانون ما يقول مجانية التعليم والصحة والصحة الآن التعليم كلها سهلية فعلا والصحة نفس الشي ما كدعم أنت يدعم القطاع الصحي أنا أتابعي بالشعبية بعد أن يشتري منها بـ 30 ألف 40 ألف الشيشة العلبة بـ 30 ألف شاشة العلبة بـ 6 ألف دينار الآن بـ 30 ألف الآن بـ 30 ألف يقول لك ما كو مجانا؟ إذن هو موجود بالشعبية أخذ من الشعبية خل ما أأجي أخذه بالتلاب فعلا هل رح يرجعي بيع بخمسة يرجعي بخمسة يبيع فعلا ورقابة ما أكو يعني هو اللي يجعل رقابة ما الشيء ذنبه هو إسباب رقابة رقابة ما أكو وتوفير لازم دعم يكون دعم حكومي دعم حكومي لازم على الشعبيات يدعم أمراض مزمنة زين بعد شنو اللي تريده يعني تأس شخصت هالحالة أنا اللي يريد هسا سلامتك نحن نريد وزارة الصحة أي شت توجه رسالة الوزارة الصحة والسيد الرئيس الوزراء يكون كابعة حثيثة ومستمرة بالقبلهم زين عيني ويدعمون الشعبيات والأمراض المزمنة مو فقط الضغط والسكر فقط أمراض البارق سلمون فقط أمراض شعر لنهاء المزمنة لأنه كل الشعب العضاء قداموا نسبة 80% بهم أمراض مزمنة أمراض مزمنة المحرض يدعمهم هذا الشيء يضربون السيدرياء على حساب الخاص إذا دعمت الشعبيات نعم راح يقلل السعر في السيدرياء والسيدرياء بعد ما يقدر زم عليها كلية أتمنى لك الصحة والعافية الله يحوظك شكرا جزيلا عم نعم الشعال الكرام بالتأكيد أنه هي أيضا رسالة لوزارة الصحة خصوصا أنه دور المتابعة دور الرقابة بخصوص قضية الأمراض المزمنة يعني أغلب الشعب العراقي أغلب الناس الكبار السين متوسطي العمر دائما ما نلقي ونشوف عدهم أمراض مزمنة إذن لازم أنه يكون دور الرقابي دعم حكومي تجاه أصحاب دولي اللي عدهم أمراض مزمنة خصوصا أنه بعض العلاجات غالية توصل لأسعار غير منطقية مثل ما شرفنا أحد المواطنين هنا اللي موجودين يعني جيتها بالشهر تكلف بين 400 ألف إلى 350 ألف وهذا اللي أنه موظف يعني الما عنده أو الما عنده هيت شمال شون راح يمشي حاله شون راح ممكن يكون فبالتالي يحتاج دور الرقابة مهم جدا بخصوص هذا الموضوع خصوصا أنه بعض المناشدات اللي وصلتنا عن هذا الموضوع أسعار ما نزل الله بها من السلطان يعني ناس تأتي محافظات بعض الناس تنتظر لمدة أشهر في سبيل أنه يوصلهم السرة وهذا ندل على شيء ذلك أنه عدم وجود رقابة عدم يعني أكو تقصير بهذا الجانب لأنه الناس اللي موجودة مستحيل هسا إحنا داردنا نشوف الناس اللي تجي تراجع هنا تشوفوا الأشياء بعضهم محافظات يجون من ناقل بغداد فسلام عليكم هل تعبانين؟ تعبان هو أنا تعبان هل أنت تعبان؟ تدلسوا يا إلقاء؟ شبيك؟ وش يعطي لك شغل؟ حمدل على السلامة الله يسلمه خيره؟ والله تعبان من يون أحياء؟ من كله، نفسية، المرة، الجسم زيان تقاهي شغل ها، هل أنت مراجع هنا؟ لا، حارس عمو سؤال خصوصا أنه بالحارقية بالتحديد في هذا الشارع هل هناك تشكي من ارتفاع أسعار الكشفيات أسعار الكشفيات؟ أسعار العلاج أسعار العلاج هو بس أسعار العلاج؟ السراء نحن في هذا الإطار لنهان أنه موجود هنا أنا والناصر ليش؟ لا تنسك هلو اعلاوك لا تنسك كل موقع بحالة يعني؟ يعني اللي يجي الدكتور يشوف الدكتور شكله نروح للأسواق شو بدأ الأسواق شكله؟ يعني ما فهمتك شون؟ لا، يعني كل شي بحالة زين؟ أي يعني دكتور شنو حالته؟ يعني حالته مراجعينة جون رجال قاعي بس كيف هي خمسين أربعين توصل منطقية؟ أكو موجودة هاي الشارعات؟ منطقية هي وأنا هنا لسهل لا، ليش وشنو؟ بيش اللي يجار حسي؟ هلس أنت اليوم متقاعد أي واضح؟ صح لا مو صح؟ يعني بالزاي الدخل يكون بالشهر ويش أعمل لك هنا إياده ويوصل مليون؟ لا، ماذا؟ ماذا؟ أربع مئة وستين؟ أربع مئة وستين؟ أربع مئة وستين؟ يعني أنت تراجع طبيب بروحة وحدة تخلصها مثل ورد وترجع؟ لا، ليس شرط ليش؟ حسنا وأغلب الناس اللي شفنا هنا كواحدة السم النجف شهرياً على مراجحة أربعين ست هاي كشخصة؟ الله أسهل شيء أسهل شيء؟ أسهل شيء؟ ليس شرط ليس كشفية حالياً بيش أربعين لك مثل تروح السونار تروح هاي تطلع لك ثلاثمائة ثلاثمائة وخمسين وثانياً راح أطيك فكرة العلاجة الفكرة الثانية العلاجة ما تقدر تأخذ إلى مصيدلياتك هسهل تفتر الدنيا كلها ليش هاي؟ ماذا؟ هناك غموض في الموضوع نعرف أكو نسبة نعرف أكو تعاون وبعض الطباء أنها عدتهم مصيدلياتك مرخاصة لكن هذا الشيء ليس منطقي فالشيء لا يفتر بالبن ماذا؟ ما صلك راجع؟ أنا سأعود لك سأعود لك سأعود لك ما صلك راجع؟ ما صلك راجع؟ ما صلك راجع؟ تقريباً؟ يعني شهرين أو ثلاثم شهرين أو ثلاثم خيارك؟ سكر سكر العراق كلها بيسكر سكر لكن نحن نقطة الدالة والمهمة المهمة هي شغلة الصيادلة من تصعد الدكتور لو تفتر العراق كلها دامو صيدلينا لا، موجود للعلاج لكن إن كنت بكتبت شفراه تشفير لا أريد أن تفتر الدنيا كلها لا أجب أن تصر المهنة وأعرفه لا أجب أن تصر المهنة مستحيل مستحيل هذا سر بيناتم هم هذا شيء قاعدة لا أنا أو أنت أو أي واحد هذا يجعلها بارك هل قد تكلفتك للطبيب؟ يعني لا بالميد بالميد تفد 150 150 نعم و كم مرة تأتي بالشهر؟ تأتي بالشهر تقول تفد مرتين مرتين بالشهر؟ 300 ألف فقط علاجات 300 ألف فقط علاجات سألت سؤال إنه لو أكو رقابة أكو ناس مثلاً جهات الرقابية تحدد كشفيات الأطباء في السعر المنطقي نعم أو أكو دعم حكومة اتجاه المستشفيات الحكومية وتوفر الكلب العلاجات الموجودة يعني ما راح نحل أزمة كبيرة؟ والله العظيم لو نبقى بعد 100 سنة لا نحل لماذا؟ لا يوجد مراقبة مهمة هذا المراقبة هذا المراقبة لا يوجد مستحيل لو أكو مراقبة ما صارت هذه الفوضى؟ زين يا وزارة الصحة نتمنى أن الدور الرقابي يكون موجود تجاه هذا الموضوع وضرورة خصوصاً أن الناس ومصحاب الحالة اللي جاي يحكيون يعني من جاي نحكي شون يقول لك أنه عندنا مثل ما جاي يحضرني أسأل مجرب ولا تسأل حكيم زين فالعالم الناس اللي موجودة هنا هم اللي جاي يشوفون الحال يعني من 300 ألف أربعمائة ألف بالشهر بسعر مو منطقي فإذا الحال اللي نتمناه من وزارة الصحة أنه الدور الرقابي الزور الرقابي إلى دور مهم هذا نستحيل إلى دور مهم يعني لأمود دور الرقابي لا فوضة وضعية كسيفة أو تبقى الوضعية كسيفة وضعية تاية لأن يوم اللي نحكي لك شغلة يا الله حكي لك عائلة هنا ثلاثنين بنات ابناة يمن غولية ومهم طلعوا من الدكتور فشفنا أهن يبتشون هنا لهم ما يتبتش والله حق هذا لماذا؟ قلت لهم أصدقائي مواكفين قلت لهم قلت لهم أسأل هذه الحجية وشكلها ليس مثلا من ذنة فشي مرتب من عالم بيننا السلام عليكم السلام كيف حجية؟ قلت لهم قلت لهم قلت لهم ثلاجة وبعتها مهسة الكشفية وطلعت ولا درهم قسم بالله عدها ثلاثن ألف يريدون منها ستين ألف ما لدوية وما عدها ولا حول ولا قوة قلت ربعتها وبناتها من غولية وبسبت هاي بيع البيت؟ ثلاجة بيعادها ثلاجة يعني الستين ألف شرفك علاج لا تروح مستشفى لا يوجد علاج لا شيء سرنجة معد والله سرنجة بالمستشفى لأنها تروح حسنا تدوخ بس فراسيتول هاي شغلات البسيطة احنا تقول مثلا هاي الأمراض المزمنة للسكر والضغط تكون علاجاتها توفر انت بكل الحالات لازم جيت الدكتور ما بيها كل مجال ما نعود المستشفى ونقلع نفسك بهذه الشغلة تنهار كبيرة كلها تودع وقبل للنجم هنا مصيرك هنا وهنا تقصب يا بعض لا اراد لك شدات ايه للفقير الفقير مسحو هاي لسه لف سعر ايه هو من زمان احنا سالجديدة علينا لا مو جديدة ايه بس احنا من قلبنا نحتي على قولة هنة تتردق على الحديث ألف رحمة يفك احنا سالوزارة وزارة الصحة او دولة رئيس الوزارة محمد الشراء السدان نعم فبير بارك ان شاء الله ايه ايه بالكبيل بركة صح لهم مصح صح 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 لانه بالتالح لحنا العلينا جاي نسوي ايه والله فالطول نظرهم على المساكين و الفقرة صوتكم جاي ننقلة ايه اكو شرفات تابر والله بارك الله بك والله العظيم بس احنا نريد نشخص الحالة بالضبط احنا بش الحالة 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 كسيفة ما اكدر احجان حالته اعفونا بحالي اي الحالة كثيفة فرد من السيد السوداني هو بعد الله هو زيء الصراحة زيء مبادرات هسد يبادر بس خلي بفت نظره يوم مزير الصحة خلي شوية يباوح المصيبة هاته إن شاء الله صرح الصعب ونشوف مساكين ترى كلها فقر ترى محافظات كلها عمارة بصرة ناصرية كفيلة كرة تأتي غصبا عليك لا لقد فلوس يروح الله ربا يعالك وثانيا كثرة المستشفيات الأهلية صمت بعد ماك حكومية لا تفكر بالحكومة والله بعد سرنجة متحسن أنت تضطار لأن إذا الله يستر والدك أو والدك وعزيزة عليك إن شاء الله يحفظك ويشترككم والله أنتم هاي مبادرتك ترى ماك أحلم العديد والله العظيم توصلون صوت الفقير ولكم دور هو هذا واجب وكيد بس توصلون الصوت هذا للفقر هاي الضالة المساكين هاي المنهارة هاي من الدم نسيوا بالمضموط هنا الأخ كلهم حاجان ما أخي الله نشي خمص مطاك؟ والله كلهم نصيب بس هسنا عدنا علاج ما لانا زارة كبت بزين وللهم زرات كبت رحلت تلهم؟ بس هذي العلاج ورجاع شكرا حبيبي زارة كبت هس هالعلاج هذا الباكير تشوفه والمستشفى 10 ايام لازم اخذ شهر 150 ايام 140 ايام اخذت منها 240 ايام 3 ايام اطير الالف دينار اطير الالف صارت مئة وخمسة وعشرين ايام على مستوى العلاجات على مستوى العلاجات على مستوى الكشفيات قد تبادئ ماهو جلس مجال والله لا يوجد من مجال مالجال انا نحن قادر ايه لماذا لا تأخذ العلاجات التعليقات مالا مالا المعقولة الكادر الطبي لماذا تأخذ مدد لا مستحيل لماذا تذهب لفضيل الصيد value رح للمستقش يقول لك مع موجود بس بيش تلقم؟ تلقم و قلت لك هاي هاي على نوع واحدة باكيت واحد بـ 42 ألف عشر تيام كل شهر تجي هنا؟ أنا كل شهر لازم اجيه كم دكتور ليش و حسب هذا العلاج لازم كل شهر انا اخذها ما اتستغل عنها لان كشفية بيش؟ نغض في تأمين الصغير كشفية بيش؟ ها؟ كشفية الكشفيات بيش؟ الكشفيات؟ طبيعي يسعني؟ طبيعي يسعني؟ تحليل مئة وخمسين مئة وعطي الحاجة يعني بس اليوم اخذ التحليل مع اليوريا قال لبعجر تالا قلت له عمي اول مرة اسمعان بعجر تالا فاي نادراً اما كناس يعني سارة بس تحليل والله ديش المرة مئة وخمسين الف تحليل واحد ايه تحليل واحد مئة وخمسين الف وهذا اللي عندما يجب بالله المنت مكين بالله بمجال بس احنا عتبنا على الدول ليش ما توفر بالمستيشوبة للصيدريات الاهلية كل شي ما توفر عتبك واضح وواصل ان شاء الله انا اتمنى لك صحة والعافية شكراً لك انا اتمنى الحكومة توفر كل الامور ان شاء الله على قول انت اخونا ما تنصمت لا شكراً جزيلاً بس الوضع صاير صمت الناس مصمت اصمت اصمت لا تنسى انت اخوه التنمت بس ذب الحمل على الدكتور له ذب الحمل على صيدلية انا لازم كل ان نحتي لازم كل ان نحتي لازم كل ان نحتي احنا جاي نحتي الخلل وين اقول لازم وزارة الصحة لازم الناس من باب ثاني من باب ثاني من يوم شنو ذنب اذا راجع طبيب مجر ثلاثة الاف دولار بشيار رحمة الله على امك ابوك انا جاه راجع اي بس انا وين ننذيب اي التسعيرات وزارة الصحة الجيبه غالي جيبه غالي ليش مليلها الصيدليات هي الصيدليات عايشة على الشركات انا دا شوف على المندوبين والله صح المندوب يريد والصيدليات يريد والمواطن يريد والمواطن يريد كلها تريد كلها تريد منك ما احد يطاك ما احد يقول لك هاك ما احد يصبح سودانا السودانا ما يسيطر لا ابو السودان ما يسيطر بالتالي موضوع العلاجات وموضوع الكشفيات سبق وان قلنا انه فعلا الدولة تتحمل جزء كبير بخصوص جانب المتابعة والجانب الرقابي باحتبار انه هي الجهة الحكومية بهذا الموضوع لكن ايضا على بعض الناس الموجودين الاطباء سواء الصيدليات من يحب الجشع يكون موجود من يحب الجشع هي شغلة انسانية المغروب شغلة انسانية بس ما بقت انسانية لا موجودة قلة قليلة خلية قلبت قلة قليلة صارت انسانية موجودة ياسر سبع سنوات سبع سنوات ياسر اريد موقف تذكر ليه انه شفت ناس مثلا كثير من العالم تجي تعبان حالته يجي يريد ياخذ العلاج انه ما عندك كشفية يضطر يعني ان شون خطيه يعني انه ياخذ حتى ياخذ العلاج يعني اكو حالة رصدتها مرة هناك كثير حالات طينا واحدة مميزة بقى تبالك يعني السنة الحاج قال انها كناس يعني قبل سنتيا حالة يعني هي منتش غمور مرة شبيرة جتي ما عندها هي يعني حلقت حالها انه عايشة بيئة وعدها عائلة جتي انه اذا اخذ علاج كان العلاج يعني كل شغالي اضطرت انه متاقض العلاج راحت يعني الاماكن مدتها خطيه واخذت العلاج زين ياسر رسدت اليوم بهذا الجانب يشتغل متجر هنا صح لو مو صح هذا الكفر البيت جاي تبيعه هذا الكفران يبيعه يعني هو يجوز عليه يطلع تقريبا ستة ومثل دولار ابيعه بعشرة بعشرة الالف عشرة الالف وين ما نروح يجوز نلقى بعشرة الالف بالموالات وباقي المناطق بس قياسا انت اقول له انه انت هنا ايجارك غالي نعم بس القيمة النفذة جاي تبيعه اذا تريد تحسبها يعني موازي لسعر الصرف العراقي يعني مثلا مثل ما موجود بالاسوار انا جايحت انه هذا الكفر الكرانج شارفه بالكرادة بعشرة شارفه بغير منطقة بعشرة وين ما كان بعشرة اي نعم صح لو مو صح مثلا انه تروح دائما يتعكزون انه الطبيب يقول لك ايجار غالي زين انت مو سبع تلاف مراجع جايجي اي ايه اواني تقول لك هذا الجانب الانساني يعني قلها قليلة انه تتعامل بانسانية ويا المريض وانت تتشوف ان كثير من الحالات عالم تعبانة عالم يجبوها على الكراسي عالم يجبوها شايليحة في كثير من الحالات انت صار في الحارثية يعني اكو جشع اكو جشع فعلا اكو جشع من ناحية العلاج من ناحية الكشفية والطبيب لازم اكون وراعات في هذا الجانب حاشتيدك ياسر لخصة هواي اشياء نعم مشاهد الكرام بالتاله هو الموضوع انساني موضوع تعاون موضوع انه احنا من يتعكز الطباء بعض الاطباء يتعكزون على انه ايجار غالي نفس المكان ومتجر وطبيعي نفس المنتجات اللي جاي بها بنفس الاسعار شوانك كابتن شوانك بعدنا لم نفس المين وقع تعبانين شوانك كابتن شوانك شوانك كبارك مراجع تفضل هنا لا ولا مراجع بس انا عندي اقرباها احنا نشوف انه جاي نشوف في الصلة الحارتية الناس تشكي من موضوع ارتفاع الكشفية ارتفاع العلاج يعني اللي يجي هنا فقير مو فقير اقل مراجعة 350 مثل الورد السلام عليكم في المؤلاء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم مبارك على طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها ومحمد وآل بيته الطيبين الطيب اخي الطب العراق تجارة تجارة اغلبية الشعب العراقي يعني المستوى المعيشي دون الوسط يجي المريض الدكتور كشفيته خمسين الف خمسة سبعين الف اقل شيء اقل شيء الله يحفظه ويطوله بعمره يطيك وراشيته وصفه ايه وما يحدد الصيدلية المعينة تروح تاخذ منعتها الدول هذا شنهو معناه اكو اتفاق بيننا وبين ابو الصيدلية فعلا اغلبية الناس جاي تشكي من غلى غلى الاسعار يعني غلى الكشفية غلى الادوية يعني كل التفاصيل ترى الحياة بالعراق غالية فعلا مو بس الدكتور والصيدلية بشكل عام لانه اغلب الشعب العراق عده امراض مزمنة اغلب انه الاشياء المهمة ضرورية حقيقة اكو موضوع حتى هاي ناس جاي تراجع هاي ناس جاي تروحي طباء والدليل ان هاي طفل بتحكيها شنه مليتك لك كن طبيب صحنا مو صح بس خلنا يعني اكو معلومة صغيرة اوصليك اياها اغلبية المرضى بالعراق ما عدهم الثقة بالدكتور العراقي حقيقة ليش اغلبية اغلبية المواطنين تلقاه لوب الهند لوب عمان لا 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 اهوية ابو السكر رجال مجبورة هنا يشتري دواء من العراق يراجع الدكتور بالعراق فموضوع الطب بالعراق موضوع تجارة تجارة بحتة والدكتور الله يطول بعمره ويحفظ منه الطب عليه كأنما طاب يعني مو فساء بوقت هاي طاب المعرب والله يوفق الجميع ويرزق الجميع واسألوا الله اتوسل الى الله بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين ان يصلح يصلح الشعب العراق مو بس الدكات احنا يراد انه اصلاح نعم يراد انه هداية ويراد انه الله ينظر انه بعينه فعلا لان شعب ما الى بس بس نور السماوات والارض بس بديع السماوات والارض هو لي الرحمة لان لا الدكتور يرحم لا الوزير يرحم فعلا يعني بس ربك رب رحمه بس هذا قلت اياه الله وفخك الله يسلمك والعلم اقولك انا صار سبع سنوات ما طاب للعراق هاي هسه من المطار الى هنا لا ما ارجع شوف انا عايش بالصينة 23 سنة ناس صورها 23 سنة عايش مو مسلمين زين تعلمت منعدهم الاخلاق زين تعلمت منعدهم الادب نعم تعلمت منعدهم الامانة زين ناس يعني ناس محترمين الى ابعد الحدود ناس يساعدون يساعدونك سواء انت محتاج جانب الانسان والاخلاقي فعلا ايه بكل تفاصيل الحياة بعيدا عن الطواب بعيدا عن ديانات بس اقولك احنا مسلمين احنا حبيبنا نور السماوات والارض نزل حبيبه محمد يخاطب حبيبه محمد يقول له انك على خلق عظيم انك رحمة للعالمين احنا وين الرحمة احنا وين الرحمة البياناتنا مم عزيزي خلناخذ خلناخذ من من اخلاق حبيبنا محمد واحد بالمية يحتاجي يحتاجي خلناخذ من اخلاق فعلا سؤال احنا مو نصلي مو نصوم مو نحب الامام الحسين عليه السلام مو بالاربعينية نزور اكثر من اربعين مليون شخص مو صحيح خلناخذ واحد بالمية بخلاق ابو عبد الله نعم وبخلاق اخو الحساني نعم وبخلاق ام فاطمة الزهرة وبخلاق حبيبنا علي بن ابي طالب مو صحيح نعم صحيح اخي الشعب الله يطولي بعمرك وانه انه طلعونا شغلة الدولار هاي شغلة الدولار يعني هاي اذت الناس ودمرت الناس ووقفت السوق اليته حتى من تسولف ويا ابو الصيدة لي احنا ان شاء الله مشاهدين مثل ما تشوفون راح تكون انه جولة هاي ايضا بعد الحديث مع الاخ ندخل للصيدليات هاي اذا قبله ويصر رحون اخي 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 قادرت خير فعلا بي 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 وحقيقة والرجل انا عبر قناتكم نعم انا اقول هذا الرجل يريد يعمل زين بس اللي حتى من قائمته ما يخلونه يعمل زين الله وكيلك محمد كذيلك منطقيا دولار العراق يبيع كان باليوم الواحد مئتين مليون دولار بالسوق زين يطرح يومية مئتين لبنك المركزي نعم هذا صح لو احنا خلاص لا وانت بعد بالجانب هاته اليوم انت من تبيع انت ما تقدر بيوم واحد بيوم واحد تجي تنهي تنهي الدولار من السوق صحيح انت اليوم غير الضخ الضخ عراقب السوق حتى تصر التداول بالعملة علمنا انا تاجر هو مبينة مصصين يعني خلنا اقول انا تاجر واذيتنا الاول الاكثر الناس يتأذينا بالتجارة بهذا القرار احنا ليش لان السيد الرئيس الوزراء يقول روحوا يطلعوا حوالات عن طريق المنصة المنصة تروح للبنك تروح لكل البنوك الله يحفظهم ويطول بعمارهم ان شاء الله ويسمعوني ان شاء الله عن طريق قناتكم الله وكيلك تودي له الفاتورة تودي له شهادة المنشأ تودي له البوليسة تشتغل صح ما يخلونك تشتغل صح مستحيل اذا هاي متاشهدها مهمة ايه ما يخلونك الله وكيل فاتورة انا موديها للبنك واحد من البنوك شهر كامل ما طعل حواله نعم من البنك نعم افتهمت عليه وغير اكو ناس ما تشتغل صح بهذا بهذا الموضوع زين ما تشتغل صح افتهمت عليه وحوالاتهم تطلع يوم من ثلاثة يستلم السوفت افتهمت عليه واغلبية غراضنا نايمة بالصين نعم والاغلبية نايمة بالبصرة لان الصيني ما ينطيك ما يطلق الحاوية صح الا تطيفلوس الا تطيفلوس الحاوية افتهمت عليه هاي واحدة من اسباب غلى السوق ودمار العالم اللي العالم الله صحيح تلقى تشتغلف تعمل وكم وواضعه احنا دوخناكم موارد نسول الله يحفظك تحياتي وشكرا لكم وواجبنا وشكرا لكادركم وشكرا لاخوانا المصورين وتحية وتحية اجلالي وتقدير لهذا الشعب المظلوم الشعب المسكين الشعب اللي ما اله بس نور السماوات وخيرين ان شاء الله بس وقنا جزيلا لعم وشاهد الكرام متواصلينوا اياكم وخليكم حتى نكون منصفين بحلقة مهنية تخص هذا الموضوع راح نحاول ندخل للصيدليات حتى نعرف أسباب ارتفاع العلاج هاي بعد ما ما نقدر ندخل طبعا الى طبال لسبب واضح وصريح انه عدتهم مراجعين وما يقدرون وما عدتهم مقت فراح نشوف الصيدليات هاي اذا وأنا متأكد قبلوا يصرحون أنا متأكد ما راح يصرحون بس راح نحاول أثناء السلام عليكم شانست نحتاج واحد صيدلاني يصرحون عن غلاء الأسعار أعتدرح ليه؟ شكرا جزيلا طبعا الصيدلية الأولى رفضت تصرح ومتأكد اثنين اثلاثة ااربع اذا ما اكثر راح يرفضون يعني بخصوص الأسعار بخصوص نوعيتها اللي موجودة خصوصاً أنه الناس اليوم هنا دا تنتقد أصحاب الصيدليات فأكوشة نظر ممكن تبررون بيها تطلعون بيها لا ممو بيها لأن ذا ماكو يعني أعوفكم لا لا يروح حقكم لا أوكي يا تمام شونك الحبيب عياك الله شون وضعك والله يسلم منين جاي؟ والله من سامرة من سامرة جاي تراجع؟ أي شاء الله شخير للحالة شونو؟ والله عندي زوجتي يعني عندي بيها صار مرض والسلطان آه خير وإن شاء الله ما بيها غير العاف العافي كيف شغل صالك راجع؟ والله صال لقريبة السنة السنة تراجع إحنا بالحركية؟ لا يعني صراحة أنا لجنته بالحركية بشارع المغرب زين وبعدين حسا بمستشفى يعني كملت الجرع بمستشفى مدينة الطب مدينة الطب مستشفى الأوراق زين الجرع هناك تأخذه؟ هي هناك بالمستشفى بالمستشفى ما تشتريها من برا؟ لا الحمد لله يعني الحمد لله يعني بفضل الله الله يسر أنه يعني الدكتور الزين ونقول يعني الكادر الحمد لله عندهم يعني يعني عندهم من قول إنسانية يعني عندنا هذه الحبوب نأخذها قبل الجرعاء 75 الباكيت؟ الثلاث حبايات الثلاث حبايات 75 ايه 75 80 65 زين ايه كل جرعاء قبلها نوبات لي ما توجد بالمستشفى زين ايه نفسها يعني ما تفعله هنا؟ والله عندي هسا الإشعاع الحمد أضربه بمستشفى الثلاث اليوم وش عندك هنا؟ بالتحديد عندي مراجعة مراجعة الطبيب؟ مراجعة الطبيب وعندي الحجية عندي مراجعة والدتك بيش بالكشفية؟ والله الكشفية 40 40 ما شميت 25 ما سمعت 25 كانت 25 ما بين؟ هسا صعدوها ع السوق كانت 25 هسا بسويها 40 ما قلو لك؟ دولار؟ يعني هاي الحجج وال يعني هو عليه من يباوع يباوع على السياسي لا ويباوع عليك لا هو لا ويباوع عليك هو يقول لك شون يضرب السياسي يضرب ضرباته ومداير بال للشعب زين حالة حالة مثل ما يخرطنا السياسي أنا هم أخرطنا ما المجتمع صمب ناتنا مصموطين صمب ايه جيبة جيبة هل يقدر يا علبة يقدر يصمط ها يضربها ولو ها إلا الفاضي يعني وما السبسام ورا المفروض بيعونا حتى اللحم غالب هاي لحلال هم حالك حالهم يعني سبيسي النون سبحان الله والله شوف هو الدكتور لو يفكر الدكتور لو يرجع الروحة هو مواطن زين قبل لا يصير دكتور صح هو مواطن وجزء من هذا الشعب ومن هذا الميدان اللي احنا عايشيه والتعايش كله يعني حال لحال أي منتسب المنتسب هم أي آداء يؤدي المنتسب الشرطي لازم يفكر أي آداء وهي المدني المجتمع اللي تذكر أنه هو هو من ضمنهم من ضمنهم هو مواطن يعني يعني البارحة البارحة هو صار شرطي البارحة هو صار ضابط فعلا الدكتور البارحة هو صار دكتور دكتور خلي خلي عادي يعني أنت الحمد الله الله وفقك الله طالب عمرك وتخرجت وصيرت دكتور أو ضابط فكر فكر أنه أنت قبلت شنه فكر بالناس فكر 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 هذا أخوك ابن عمك جيرانك ابن منطقتك ابن محافظة ثانية يعني وازرع الإنسان يعني هو داينام نوبات يقعد نوبات ما يؤثر الإنسان صحيح يتمرر فالإنسان متعرض للمرض الموت مثل المرض بأي ساعة يتمرض تشوفه إنسان صاحب خربط الله يرحمه رحمته الله عليها تعليل إجنازة أنا إن شاء الله أسأل الله إنه شافي مرضى المسلمين وشفاء العاجل آمين لنا ولكم إن شاء الله ويتقول طيب إن شاء الله نتأمل إن شاء الله من رئيس الوزراء محمد الشاعر سودان نتأمل مننا خير إن شاء الله يعني متفاعلين حال حال أي واحد اللي يجوه قبله بس إن شاء الله يعني لنا أمل قوي إن شاء الله عليها إن شاء الله شكرا جزيلا شكرا جزيلا نعم مشاهد الكرام وإيضا بالتالي هي رسالة لدولة رئيس الوزراء محمد الشاعر السودان خصوصا إنه هنا الناس أمونا الناس إنه مشارع العراقي كلها متأمل ومتفاعل بجنابك وبالأعمال اللي جاي تقوم بيها لكن نتمنى إنه ما تخذل هاي الناس إن شاء الله أكثر إن شاء الله خصوصا أنا اليوم بإطار الحديث عن الأطباء والقطاع الصحي لازم يحتاج متابعة للناس الموجودين هنا لازم مراقبة لأن الأسعار مو منطقية الكشفيات مو منطقية أجل ما عند الماعات اللي يجيب والعلاج مو منطقي يعني وسطت بأسعار ما نزل الله بهم السلطان يعني أبسط الناس هنا اللي جاي تجي تراجع يعني أنا ممكن أشتغل بمجرد مراجعة وحدة بأقل شيء ذريد يصرف مئتين وخمسين فبالتالي الناس ما عدتها يعني ممكن اللي يجي هنا مراجع أكو ناس حالتهم متمكنة طبيعي بس هواي ناس ماكو وهي من جاي هنا ما لاقي العلاج بالمستشفيات الحكومية بالعيادات الشعبية الموجودة فتضطر تجي هنا ورغم أنه كل المعانات اللي يتعيشها رغم أنه ممكن الحال ما يسعف فبالتالي الناس تضطر تجي هنا صحيح هو هذا الصحيح يعني هو هذا الواقع يعني حتى تضارب بلا سعار يعني أنت هذا بالصيدلية فرق عن هذا بالصيدلية يعني الباكيت الحباية بستة آلاف أأخذها ألقاه بفمعاش نفسها نفسها نفس الباكيت ونفسها النوعية يقول لك والله هذا يختلف لا نفس الباكيت ونفس الفليت نمبر ونفس الصناعة ونفس التاريخ الإنتاج تضارب يعني ها هي يشوف هذا يجز يباوى علىها الدكتور دزة يضرب ضربتها شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا معمشايا الكرام متواصلين إياكم خليكم يعني شكرا جزيلا نفسك شكرا جزيلا سينا شعونك حبيبي الحمد لله سينا ألزمني المايك أريد أعرف موضوع الكشفيات موضوع المراجعين هنا في شكل عام مراجعين يعني أنت هنا تنزل لك على دكتور العيادة الجوة متقبل إذا 400-350 شونا 400-350؟ كشفيه العلاج وي العلاج تنزل على شوية شوية أقل أقل زيان أسان إذا أروح على دكتور ما أخذ مننا علاجه يمنا بالحرية أخذ ليش متأخذ مننا؟ فيه اثنين ضعف؟ نعم نعم يضعف وتفهمت براتشيته؟ ها؟ براتشيته مفهوم؟ براتشيته أنا فاد يوم يعني رحت العلاج كسر هاي؟ دكتور زيان؟ ما يقرأ؟ ليش؟ ما يقرأ هم اللغز بيننا بيجا تأخذها لسم الحرية؟ هواي فرق بيش يعني؟ كل الفرق هواي ها؟ أخذت مرة مننا جربت؟ شنو مرة؟ جربت تأخذ العلاج مرة مننا؟ صالح مصطع السنة أنا راجع مصطع السنة هواي صالح مصطع السنة يعني نتأخذ مننا سعور؟ وليس بس ليه هواي يعني في عالم بسه شغله إنساني أنا جيب الصديقي شبي صديقي؟ جاري عنده عجز كلاوي أو عنده مرض أو عنده في الشغلة زيان هل زيان؟ هزيان؟ أبوة 150؟ أبوة 150؟ أبوة 150؟ أبوة 300؟ ما قلت لك هو بالنص؟ أقول ليش هواي هواي بالنص؟ هواي هواي بالنص؟ هواي هواي بالنص؟ أنا أكثر زيان كابتن ما هنا؟ قلت لك الكشفية 60 و 75 قلت لك قبل شوية والله دكتور ولكن ما أعرف منه ما العصاب ما العصاب؟ ايه كشفية 75؟ 75 والله ومن عدد تحاليل تحاليل كله ب400 و300 هل سأت كل مرة كل ماتج هنا ما قلت لازم تسرم؟ هواي مرة جيت هام بلمانيا هواي زيان هل جاي لولا؟ لا قبر لا أهلا ناس لا أهلا ناس لا أهلا ناس ما هناك ناس وكله عالي فوق 25 مقفلون يقولون الحرام لا قلت لهم عمني صلاة وقالوا لا ما أهلا كابتن اللي ما عنده شلون؟ بزمني اللي ما عنده شلون؟ اللي ما عنده شلون؟ هسا نعوف ناش لا كله عدي لا ما عنده هل نقول الناس كلها عدتني وكلهم مفايخين ماشي؟ هل نقول كنا ورعياتها جيلة واحد مجبوري المستة يعني منتج الطبيب كشفية 75 اللغز سر المهنة هذا ما لا يسمى أن الصيدلية لازم إلا الصيدلية الفلانية اي 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 يعني أكو شي مبهم مو صريح أنت جاي الطبيب لازم يتعامل هو أساس مهنته أساس مهنته إنساني نحن مريد إنشخص نحن مريد إنشخص نحن مريد إنشخص بس اكو ديكاتر ترحمه اكو ديكاتر ترحمه اكو ديكاتر ترحمه والتحياتنا لهم زيان لا خلنتك رسماني عنده دكتوراد الرباعي صالغ أكثر من خمس سنة وتراجع إنسان محترم والماء عنده يساعد الآن واحد مننا في طب الفترة ويوقع حتى الكشف يوقعه هس بارك الله الله يبقى إن شاء الله بس البقية شلون؟ بقية شلون؟ عمي بعض الدكاتر الطب عليها سكاتب العيادة إذا تراجع فلان ما تراجعني عليك الله والله العظيم هاي هاي أنا مسؤول عليه عن كلامي مسؤول عن كلامي الطب علي العيادة يقول لك إذا تراجع فلان ما تراجعني ليش ما تراجعني؟ ها؟ للتجارة شعب عظهر على التجارة مرة هو هذا الدكتور قالت لك جبت علاج من غير السيدلية ما قبل؟ جبت علاج من غير السيدلية؟ مية مقبل رجعني ليش؟ ما ضم بكيفهم يا دكتور وأنا مجبور على السيدلية يقول لك مو زين مو أسطي يقول لي هذا مو الأسطي يرجع بجيب من هذا فلاح بس الدكاتر عجز لنا قواموا احنا لا نحصل على واقع حال نحصل على واقع حال نحصل على واقع حال يعني ما لاتر له أنا بالقصة أنا خوش دكاتر أنا يقول لك خوش دكاتر صحيح خوش دكاتر حكومة الترواتيب زين نحن ذا هسن شخص الموضوع زين حسين مو؟ نعم إذا شخصنا الموضوع ونقول أنه الحكومة أو وزارة الصحة إذا فعلت دورها الرقابة تجاه هذا الموضوع وتحدد الأطباء بكشفية معينة راح نسيطر؟ ماذا طبيعا نسيطر؟ طبعا الدولة تحدد غصبا عنه ويتحمله خالي من الأخير هي عبارة على تجارة هي تجارة مصرية كل جاء نريد أن نخلي حد بما أنه دولة موجودة إحنا اليوم بلد مستقرر عندك دولة؟ وعندنا يا حكومة الله وكيلك عندك دولة تشتغل خير من الله خاصة دولة مال سوداني الله يوفقه بس آن اللي جاء يقول أنه إحنا اليوم بلد مستقرين الحمد لله والشكر راح يسر من غيرنا حكومة عندنا وزارة عندنا يعني إذا خلينا حد هذه الأسعار والكشفيات الموضوع الصيدليات راح نسيطر وليش ما نسيطر؟ هو يقول راح نسيطر يعني بعد ما راح نلقي أشياء لا تلقي أهم تلقي بس أقل غير إيه 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 شي طبيعي مقلل بس اللي الحكومة تنزيل كابتنس هكو عالم يعني ماعد شلون؟ شوان هذا اللي جاء يقولي فحقي يقدر يروح الغير تجاه غير تجاه تعرف إحنا هسه دخلنا لا داخلين ليش دخلنا؟ دخلت الأكثر من صيدلية طردت بس واحد منهم صرح عن سبب ارتفاع الإسعار ما يقل لك ويحكي للسر الراتية ولا واحد قبل ما يقل لك ما يقل لك إذن هواي علامات إستقرام هواي بس مو كنهم أقم قلت لك الثاني عشر تالام خمس تالام بالحرية تجابة للديناء الله فوقي عندي دكتور يعني دكتور راعد وخصص رجعت بي دكتور راعد الربع إنسان محترم يعني حتى الله شاهد قبل فترة عالكش فيه الرجال قال لي مو مو يعني ما عندنا ساعدة بس هو هم الرجال قال قال عندي بلدية وعندي ضربة وعندي إيجار وعند مولدة هاي مو معناها أنه تستغل المواطنة في هاي الأسحاب دائما يستغل مستغل قوات دكتور تستغل أنا أشكركم إن شاء الله يا صاحب عافية والله عزيزي ويعني بالتأكيد بس أنا جاء وقلت دائما يقومونه ما يقومونه دكتور لا أخي يقومونه دائما قلق إحنا خزنهم إحنا جاء نحش قضية معينة جاء نحش قضية معينة زين وبالتالي هذا إحنا واجبنا نحن الإعلام هاي سلطتنا وهذا واجبنا أنا مريض يعني أنا هسه مريض مثل رب العالمين رازقنا بشي محدث مثل أنا ضخلصة فلوسه منه مني يطيني هل أنت هسه حتشيك باطل؟ لا لا أنا شاقه يا لا لا ما يخالف حتشيك باطل؟ لا هذا واقع؟ صحيح واقع لا ما واقع؟ واقع؟ يعني واقع ملموس فيهم صحيح نحن اللي نتمنى أنه هيكون أنه قضية أكثر إنسانية بها يعني أنتم الأطباء أو الصيادلة يعني مو الكل نحن حتى من عمم هواي ناس خيرين هواي ناس تعاملهم جيدة مثل ما ذكر حسين أسه بعض الأطباء متعاونين وبعض الصيادليات متعاونة لكن مهما يكون أنه هي القضية إنسانية يعني قبل أن تكون مهنة أنه تكسب منها رزق المهنة ضم هواي أشياء إنسانية فعليه أن هذا الموضوع جشع بعض الأطباء مو الكل بعض الأطباء واستغلال القضية بقضية تجارية وبراس الفقير اللي ما عنده هواي ناس ما عدتها فلوس ممكن نتعالج ممكن نخسرها هواي ناس خسرت أطفالهم خسروا أعز ناس إليهم بسبب عدم توفير العلاج وما عدتهم فلوس حتى يجيبون بعض الأدوية لذلك بعض المؤسسات الخيرية ارتأت أنه تقدم المساعدات تقدم العلاجات بعض الصيدليات أيضا متعاونة بهذا الخصوص بعض الأطباء أيضا متعاونين بهذا القضية فنتمنى أنه يكون حد بهذا الموضوع وحتى الناس يعني ما تتمتعان ولا تشكي من هذا الموضوع موسيقى طبعا هواي أطفال خلال الفترة الراحت ولغاية الآن من نلتقي بهم شنو أمنيتكم دائما ما يقول أمنيتي أكون طبيب على العين وعلى رأس الأطباء لكن بعض الأطباء وبالتحديد نعم مو كل الأطباء أسعارهم ما بها رحمة رغم أنه مهنتهم هي مهنة إنسانية لكن البعض يتعامل بلا إنسانية خصوصا أنه من نشوف الأسعار اللي تخص قضية الكشفية وموضوع العلاجات اللي تروح من يدزك الطبيب الصيدلية الفلانية اللي لازم تأخذ منها وهذا دليل على أنه الصيدلية أو بعض الأطباء أغلبهم عثم صيدليات يدزون المراجع لها في سبيل يأخذ العلاج منها بعض التجار أو بعض الأطباء أخذوا المهنة هذه بطريقة تجارية شون؟ يعني من تروح للمستشفى الحكومة اللي يداون بي الطبيب ممكن ما يكتب لك علاج أو ينطيك أي شيء تضطر تسوي تروح لوين؟ العيادته الخاصة اللي كشفيتها أربعين، خمسين، ستين، سبعين حسب المزاج ممكن أكو عذر واحد يقول عدهم عذر شرعي اللي هو ارتفاع الأجارات على عين و على رأس بعض المحلات وهذا عطس أبو السيارة يعني هاي بشهادة عدهم بعض الإجارات اللي موجودة عد المحلات اللي موجودين هنا بالحارثية أبو التليفونات أو أبو الملابس جاي نشوف أسعارهم نفس الأسعار بباقي الأماكن لكن ما نعرف شنه السر اللي يخص منطقة الحارثية وأطباء الحارثية اللي موجودين بخصوص ارتفاع الأسعار ناس لا حولة ولا قوة بقضية الكشفية وقضية العلاجات اللي توصل أرقام خيالية 350 400 500 ملايين فتضطر الناس تجهنا عتبنا أو نتمنى من وزارة الصحة تفعل دورها الرقابة تجاه هذا الموضوع يعني ممكن الطبيب الفلاني اللي هلقت كشفية ممكن الطبيب الفلاني اللي كشفية ثانية يعني لازم تكون آلية لتحديد الكشفيات ناس عاجزة بعضهم ضاعوا كل ماعتهم بالبيت في سبيل يوفرون فلوس الكشفيات والعلاجات لأصحاب الأمراض المزمنة خصوصاً أنه العراق أغلب العراقيين يعانون من أمراض مزمنة ذا ضغط أو سكر ما جاء يلقوها بالمستشفيات الحكومية ولا بالعيادات الشعبية الموضوع لازم تتحرك علي وزارة الصحة بأقرب وقت حتى نحل هاي الأزمة الشبيرة اللي جاي تعاني الناس بها ختاماً تقبلوا تحيات وتحيات كادر العمل وأتمنى من هذه الحلقة الناس اللي ممكن بالمستقبل يكونون أطباء ونويتهم يكون طبيب شوية يخلب حساباته أنه الناس المواطنين الفقرة يعني مو كل العراق تجار لا مستحيل إلى اللقاء